بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الثامن والثمانون الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد قال الشيخ رحمه الله لما بين وسطية الأمة المحمدية بين الأمم وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق قال وقد تقدم أن دين الله وسط بين الغال فيه والجاف عنه والله تعالى أمر عباده والله تعالى ما أمر عباده بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا يبالي بأيهما ظفر إما إفراط فيه وإما تفريط فيه وإذا كان الإسلام الذي هو دين الله لا يقبل من أحد سواه قد اعترض الشيطان كثيرا مما ينتسب إليه حتى أخرجه عن كثير من شرائعه بل أخرج طوائفا من أعبد هذه الأمة وأوراعها عنه حتى مرقوا منه كما يمرق السهم من الرمية إلى أن قال فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام أو السنة في هذه الأزمان يعني زمان الشيخ قد يمرق أيضا من الإسلام والسنة حتى يدعي السنة من ليس من أهلها بل قد يمرق من ذلك لأسباب منها الغلو الذي ذمه الله تعالى في كتابه حيث قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه إلى قوله وكفى بالله وكيلا وقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ظلوا من قبل وأظلوا كثيرا وظلوا عن سواء السبيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين وهو حديث صحيح ومنها التفرق والاختلاف الذي ذكره الله في كتابه العزيز ومنها أحاديث تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كذب عليه باتفاق أهل المعرفة يسمعها الجاهل بالحديث فيصدق بها لموافقة ظنه وهواه وأظل الظلال اتباع الظن والهواء كما قال الله تعالى في حق من ذمهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى وقال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هواء ما ظل صاحبكم وما غواء وما ينطق عن الهواء إنه إلا وحي يوحى فنزهه عن الظلال والغواية الذين هما الجهل والظلم فالظال هو الذي لا يعلم الحق والغاوي الذي يتبع هواه وأخبر أنه ما ينطق عن هوا النفس بل هو وحي أوحاه الله إليه فوصفه بالعلم ونزهه عن الهواء ثم ذكر رحمه الله أصولا جوامع من أصول الباطل ابتدعها طوائف ممن ينتسب إلى السنة وقد مرق منها وصار من أكابر الظالمين الأول أحاديث رووها في الصفات زائدة على الأحاديث التي في دواوين الإسلام مما نعلم باليقين القاطع أنها كذب وبهتان والكفر شنيع وذكر أمثلة لذلك منها حديث يرونه أن الله ينزل عشية عرفة على جمل أورق ويصافح الركبان ويعانق المشات قال وهذا من أعظم الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم قط حديث فيه أن الله ينزل إلى الأرض بل الأحاديث الصحيح أن الله يدن عشية عرفة وفي رواية إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له إلى أن قال وبالجملة فكل حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعينيه في الأرض وفيه أنه رأى ربه بعينيه في الأرض وفيه أنه نزل إلى الأرض وفيه أن رياض الجنة من خطوات الحق وفيه أنه وطي على صخرة بيت المقدس كل هذا كذب باطل باتفاق علماء المسلمين من أهل الحديث وغيرهم وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت فدعواه باطل باتفاق أهل السنة والجماعة إلى أن قال نعم رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين في الجنة وهي أيضا للناس في عرصات القيامة كما تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حيث قال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب وكما ترون القمر ليلة البدر صحوا ليس دونه سحاب وذكر أحاديث ثم قال وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاح وقد تلقاها السلف والأئمة بالقبول واتفق عليها آل السنة والجماعة وإنما يكذب بها أو يحرفها الجهلة ومن تبعهم من المعتزلة وإنما يكذب بها أو يحرفها الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة ونحوهم الذين يكذبون بصفات الله تعالى وبرؤيته وغير ذلك وهم المعطلة شر الخلق والخليقة ودين الله وسط بين تكذيب هؤلاء بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة وبين تصديق الغالية بأنه يرى بالعيون في الدنيا وكلهما باطل ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن من الأصول الباطلة الغلو في بعض المشايخ بل الغلو في علي بن أبي طالب بل الغلو في المسيح عليه السلام ونحوه فكل من غلى في حي أو في رجل صالح كمثل علي رضي الله عنه أو في من يعتقد فيهم الصلاح وجعل فيه نوعا من الإلهية مثل أن يقول كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان ما أريده أو يقول إذا ذبح شاتا باسم سيدي أو باسم من يعبده بالسجود له أو لغيره أو يدعوه من دون الله تعالى مثل أن يقول يا سيدي فلان اغفر لي أو ارحمني أو انصرني أو ارزقني أو أغفني أو أجرني أو توكلت عليك أو أنت في حسبي أو أنا في حسبك أو نحو هذه الأقوال والأفعال التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالى فكل هذا شرك وظلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له ولا نجعل مع الله إلها آخر والذين كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى مثل الشمس والقمر والكواكب والعزير والمسيح والملائكة واللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ويغوث ويعوق ونصر أو غير ذلك لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو أنها تنزل المطر أو أنها تنبت النبات وإنما كانوا يعبدون الأنبياء والملائكة والكواكب والجن والتماثيل المصورة لهؤلاء أو يعبدون قبورهم ويقولون إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفاء ويقولون هم شفعاؤنا عند الله فأرسل الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عباده ولا دعاء استغاثه قال تعالى قل ادعو الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة فقال الله لهم هؤلاء الذين تدعونهم يتقربون إلي كما تتقربون ويرجون رحمتي كما ترجون ويخافون عذابي كما تخافون عذابي وبهذا القدر كفاية فإلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته